ما زالت الأرقام عن أزمة السكن وما يحتاجه العراق من وحدات سكنية نابعة من تقديرات ورغم مرور سنوات وزيادة الولادات لا تزال الأرقام ثابتة النسبة عن الحاجة للوحدات السكنية حيث تحوم حول ثلاث ملايين وحدة سكنية وكيل وزارة الإعمار والإسكان جابر لحساني أكد هذه الأرقام لحل هذه الأزمة مع زيادة سنوية بنحو 150 ألف وحدة نتيجة خصوصية النمو السكاني في المجتمعات الشابة وتتقاطع أرقام الإحصائيات بخصوص خطة الاستثمار لإنشاء مليون وحدة سكنية لم يتحقق ربعها حتى الآن فيما تشير التقديرات لأن ما ينجز في العراق سنويا يبلغ قرابة عشرة ألاف وحدة سكنية فقط ما يعني أن المجاميع السكنية الاستثمارية توفر ما نسبته أقل من 5%